أقول للذين يتابعون برامجي من أنني أتبع أسلوب الصورة المتكاملة الواحدة في كل برامجي حينما أتحدث في مطلب من المطالب العقائدية مثلا أو في أي لون من ألوان المطالب الأخرى التي أبينها في برامجي وأحاديثي إنني أستعمل أسلوب الصورة المتكاملة الواحدة فتلاحظون دائما أضعوا إطارا وأرسم لكم لوحة كاملة ضمن ذلك الإطار ما بين آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم صلوات الله عليهم وزياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم المفصلة الطويلة وعبائرهم الموجزة المختصرة كل ذلك وفق منطق عقلي سليم واضح وعبر بيان أدبي عربي مبين تلك هي الصورة المتكاملة الواحدة التي تمنح المتلقي الوضوح إذا كانت المعطيات كثيرة فإنني أستعمل أسلوب الشاشات المتعددة كي أقسم المعطيات بحسب كل شاشة من تلك الشاشات وبعد أن أكمل وضع المعطيات في كل شاشة من الشاشات المتعددة أستخلص لكم صورة متكاملة واحدة من كل الذي عرضته في تلك الشاشات المتعددة وإنما ألجأ إلى أسلوب الشاشات المتعددة حينما تكون المعطيات كثيرة حتى ينتظم الموضوع انتظاما وحتى تتناسق الأفكار تناسقا واضحا وبين كي نصل إلى النتيجة بسهولة ويسر إذ أن كل شاشة من الشاشات المتعددة تنظر إلى جهة إلى زاوية إلى لحاظ من لحاظات الموضوع الذي أتحدث عنه فإن لم تكن المعطيات كثيرة وكثيرة جدا فإنني سأذهب إلى إنشاء الصورة الواحدة التي تتكامل بتكامل وتناسق أجزائها بحيث إذا مكتملت الصورة لا يستطيع أحد أن ينكر جزءا من أجزائها ولا يستطيع أحد أن يتصور الصورة بحث جزء من أجزائها وكل هذا يدلك على صدق تلك المعطيات لماذا؟ لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها والحق هو الحق الحق لا يطرأ عليه التغيير والتبديل التغيير والتبديل يطرأ على الباطل أما الحق فلا يطرأ عليه التغيير والتبديل يطرأ التغيير والتبديل على عقلي في تقييمي للحق فقد أراه باطلا لكن الحق بما هو حق لن يطرأ عليه تغيير وتبديل فمتا اعتدل عقلي رجعت إلى الحق ووجدته كما هو هو الحق هو الحق لا يتغير ولا يتبدل الباطل هو الذي يتغير ويتبدل ويلبس لباسا لكل زمن لكل حالة لكل وضعية كي يأخذ أتباعه بالاتجاه الذي يريده إبليس أما الحق فإنه يبقى ثابتا هكذا نقرأ في سورة إبراهيم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء القول الثابت هو الحق وفي تأويلهم القول الثابت ولاية علي صلوات الله عليه القول الثابت إمامة إمام زماننا ولاية الحجة بن الحسن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء القول الثابت هو عنوان للرؤية الواضحة الرؤية الواضحة تعني عقلا سليما وعلما نافعا علما صحيحا واضحا القول الثابت هو هو القول الثابت نتائج العقل السليم ونتائج العلم الصحيح الواضح هذا هو الذي ينجينا وهذا هو الذي يخلصنا من تثويل وتجهيل وتضييع وتخدير وتحمير وتضليل مراجع حوزة الطوسي النجاة بالقول الثابت والقول الثابت الرؤية الواضحة التي تستند إلى هذين الركنين الصحيحين إلى العقل السليم وإلى العلم الواضح العلم الواضح قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير القول الثابت بيعت الغدير بحقيقتها بمواثيقها وبنودها وبالوفاء بها بالوفاء بها نظرياً وعملياً الرؤية الواضحة هي هذه تلك التي تحدث عنها إمام زماننا في رسالته الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يتحدث عن أكثر مراجعي وزعمائي وعلماء الشيعة مذجنح كثير منكم الخطاب لهؤلاء مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فما جرى على الزيارة الجامعة الكبيرة من تحريف طهسي على الأقل بحسب ما أعتقد مثل ما حرف الرسالة العملية لشيخه المفيد في نفس كتاب تهذيب الأحكام حرف الزيارة الجامعة الكبيرة بنفس ذلك المنطق الناصبي القذر بنفس عقائده الشافعية والأشعرية والمعتزلية بنفس ذلك الذوق الوسخ مثل ما حرف تفاصيل الصلاة التي ذكرها شيخه المفيد في المقنعة حرف كذلك الزيارة الجامعة والكلام كله في كتاب واحد فأنا أتحدث عن تهذيب الأحكام لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكنني سأذهب بكم إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بنو أموية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلف ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغربي نعم وأهل القبلة ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفر النفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رائح أبدا حتى يموت بعد كل البيانات التي تقدمت في الأجزاء الأربعة السابقة وفيما تحدثت به في هذه الحلقة بعد كل تلكم البيانات صار واضحا من أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف ومن قبل علماء الشيعة أن واصب لا شأن لهم بمثل هذه الموضوعات مشكلتنا عندنا مثل ما يقولون الحمى من الرجليين السمشة خايصة من رأسها إلى ذيالها ومو بس السمشة خايصة الماء كلها خايص السمشة كلها خايص الماء كلها خايص مشكلتنا من نوبين على أي حال صار الأمر واضحا الزيارة الجامعة الكبيرة في نصها الذي بين أيدينا تعرضت لتحريف كبير ومن هنا فإن الأسئلة التي قرأتها عليكم في بداية هذه الحلقات لا محل لها من الإعراب من أنه لماذا جاء في مقدمة الزيارة أن اذكر الشهادتين الأولى والثانية من دون ذكر الشهادة الثالثة ولماذا جاء في وسط الزيارة من أن الزيارة إذا كانت لأمير المؤمنين فقولوا كذا وكذا ولم تذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه الأسئلة لا محل لها من الإعراب إذا ما اتفقنا على أن الزيارة قد تعرضت لتحريف وتحريف واضح وقد مرت البيانات والتفصيلات في الحلقات المتقدمة وفيما تقدم من هذه الحلقة ومع ذلك مع أن الأسئلة لا محل لها من الإعراب لكنني سأتعامل مع النص الموجود عندنا ومع الأسئلة أيضا وكأن الزيارة لم تتعرض لتحريف سأجيب عليها السؤال الأول أو الإشكال الأول لماذا ورد ذكر الشهادتين من دون ذكر الشهادة الثالثة نقرأ بداية الزيارة النخعي موسى ابن عبد الله النخعي قال للإمام الهادي صلوات الله عليه أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال إذا صرت إلى الباب إلى بقية الكلام السائل يسأل الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا يقوله في زيارته لهم صلوات الله عليه الجواب قطعا سيكون مناسبا للسؤال فالنخع طلب من الإمام قولا بليغا كاملا قطعا بحسبه بحسب النخع أن يعلمه علمني علمني أنا أنا علمني يا ابن رسول الله قولا قولا أقوله بليغا كاملا ليس قولا بليغا كاملا بحسب الإمام الهادي هذا قول بليغ كامل بحسب السائل بحسب الشيعي بحسب أنا بحسب كم أنتم لأن السائل هكذا سأل علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا أنا أنا إذا زرت واحدا منكم الإمام ماذا قال له إذا صرت إلى الباب أنت إذا صرت إلى الباب فليكن كذا وكذا وكذا الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل صادر عن إمامنا الهادي لكن البلاغة والكمال بحسب الزائر وليس بحسب إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو قول بليغ كامل إنما أشير إلى هذه النقطة كي تعرف من أن مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة هي بحسبنا وليس بحسبهم ومن هنا فإن الكلام الذي ذكره المحدث القم في المفاتيح هو من مرض مراجع الشيعة ومحدثي الشيعة باعتبار أن في المقدمة هناك مئة تكبيرة يعلق المحدث القم شيخ عباس القم صاحب المفاتيح يقول ولعل الوجه في الأمر بهذه التكبيرات هو الاحتراز عما قد تورثه أمثال هذه العبائر الواردة في الزيارة من الغلو أو الغفلة عن عظمة الله سبحانه وتعالى فالطباع مائلة إلى الغلو وغير ذلك من الوجوه هذا من الدودة المرجعية بالنتيجة عباس القم من علماء الشيعة وعلماء الشيعة يعانون من هذه الدودة الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل بحسبنا نحن وحينما يكون قولا بليغا كاملا هذا يعني أن النص منزه عن الغلو هذا يعني أن النص منزه عن التقصير إنه قول بليغ كامل بحسبنا نحن بتعليم من الإمام المعصوم فما معنى هذا الضراط يا عباس القم منزه ونزه 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 في الأمر أنا أستعمل هذه العبارات تعتبرونها خارجة عن حدود الأدب براحتكم لا أبالي تعتبرونها تعتبرونها ليست مناسبة لشخص مثلي براحتكم لا أبالي تتنفرون من برامجي ولا تتابعونها بسبب استعمالي لهذه الكلمات براحتكم لا أبالي إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف لا أدري كم سأعيش لا بد أن أوضح المطالب أنا أحدثكم عن الرؤية الواضحة أريد أن أنفر أبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة بن الحسن من هرائي هؤلاء العلماء أريد أن أنفرهم حتى لو تنفر الآخرون مني ليس مهما هذا عندي أنا سأموت وأنسى لقد عاصرت الكثير من الشخصيات التي دوّخت الدنيا مهتوا ونسوا عاصرت أهلي مهتوا ونسيتهم أنا عاصرت الكثير من أبناء جيلي رحلوا عن الدنيا بمختلف الأسباب نسيتهم أنا ونساهم غيري وسأرحل أنا وسأنسى ولا يبقى لي من ذكر مثلما ذهب الذين ذهبوا من قبلي هذه الدنيا ككتاب في يومنا هذا نحن على الشاشة على الصفحة في يوم غد ستطوى هذه الصفحة وستنسى ولذا فإنني أريد أن أنتفع من دقائق عمري أريد أن أضع النقاط على الحروف هذه رسالتي لا أبالي بما يحكم علي الآخرون لكن يوما سيأتي وتتذكرون تتذكرون هذه الحقائق مثلما تذكرت أنا بسبب من نقل الأمانة إلي عبر الأجيال ما هي الدنيا أيام أيام وتنقضي أيام وتنقضي فأعود إلى عباس القمي وأخول له من أين جئتنا بهذا الضراط يا أيها المحدث القمي السائل سأل الإمام الهادي قولا بليغا كاملا الإمام أجابه قطعا سيكون كلامه في غاية البلاغة والكمال بحسبنا بعيدا عن التقصير وبعيدا عن الغلوب على أي حال لا شأن لا لا بالمحدث القمي ولا بهرائه أعود إلى سؤال السائلين إلى إشكال المشكلين لماذا لم تذكر الشهادة الثالثة أقول هنا احتمالا إما أن الشهادة الثالثة قد ذكرت وحذفت حذفها الحاذفون وإما أن المقدمة هذه وضعت للزيارة الجامعة الكبيرة من قبل الوضاع من قبل المحرفين لأن الأمر ليس منطقيا أتعلمون لماذا السائل سأل الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا الجواب لا بد أن يكون بحسب سؤال السائل ولا بد أن تكون البلاغة من بداية الزيارة إلى نهايتها السائل يريد قولا بليغا كاملا سنتحدث عن بلاغة هذه الزيارة بشكل موجز فلا بد أن تكون البلاغة من أولها إلى آخرها ومن مراد بالقول البليغ القول البليغ هو القول الواضح الذي يصل إلى العقول وإلى القلوب من دون خطأ ومن دون خطل ومن دون نقص هذا هو القول البليغ ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة من السورة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قطعا سيكون هذا التبليغ بلغا فإن التبليغ من الله والمبلغ رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإنك لا أوصلت الرسالة ولا كنت بليغا لأن البلاغة شرط في ذلك التبليغ وإلا لن يكون ذلك التبليغ مثل ما يريد الله البلاغ والتبليغ من الله بليغ ولا بد أن يوصله رسول الله بنفس البلاغة والوضوح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأصل التبليغ وأصل البلاغة هو هذا إنها بيعت الغدير إنها ولاية علي هذا هو أساس التبليغ وأساس البلاغة في الوقت نفسه والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون بأي شيء الكافرون بالمضمون البليغ لذلك التبليغ إنه القول الثابت إنها بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل إن لم يكن تبليغ ك بليغ كاملا فما بلغت رسالته فأصل التبليغ هو هذا ولاية علي وأصل البلاغة هو هذا ولاية علي ماذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية التاسعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة قل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فلله الحجة البالغة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ماذا نقرأ في زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الزيارة المطلقة الرابعة بحسب مفاتيح الجنان مروية عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقول ذهبت مع أبي إلى زيارة قبر جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النجف فوقف أبي عند القبر المطهر وبكى وقال السلام على أبي الأئمة إلى أن يقول السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابقة قل فلله الحجة البالغة هذه الحجة البالغة يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فلله الحجة البالغة الباقر هكذا يقول وقف السجاد على قبر الأمير وبكى وقال السلام على أبي الأئمة يا أمير المؤمنين السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابقة هذه هي الحجة البالغة فكيف يكون القول بليغ من دون ذكرها كيف يكون القول بليغ في الزيارة الغديرية وهي من أعظم الزيارة العلوية الأميرية وردتنا عن سيد الزيارة الجامعة الكبيرة وردتنا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية نخاطب أمير المؤمنين مولايا مولايا أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابقة والبرهان المنير ومن غيرك ومن غيرك يا أمير مولايا أنت الحجة البالغة أنت الحجة البالغة وهكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف نخاطب صاحب الأمر يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى الحجج البالغات هم 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 الحجة البالغة هم هم يبنى الحجج البالغات يبن النعم السابغات يبن طاها والمحكمات يبن ياسين والذاريات يبن الطور والعاديات يبن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من العلي الأعلى محمد وآل محمد هم الحجج البالغة والعنوان الذي يشيرون إليه جميعاً يشير إليه محمد وتشير إليه الزهراء ويشير إليه أولاد الزهراء من المجتبى إلى القائم العنوان الحجة البالغة على الإطلاق علي 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 مثل ما قرأت عليكم من الزيارة الغديرية ونحن نخاطبه مولايا أنت الحجة البالغة فكيف يكون القول بليغاً بليغاً من دون ذكر علي كيف يكون القول بليغاً فهذه المقدمة إما أنها لم تكن قد وردت عن الإمام أو أن الشهادة الثالثة قد ذكرت وحذفها من حذفها من أبناء الحرام ومن آكل الحرام من مراجع الشيعة وعلمائها وإلا فإن الأمر لا يستقيم فإن سائل طلب من الإمام الهادي قولاً بليغاً كاملاً القول البليغ لا يمكن أن يكون بهذه الصيغة من دون ذكر الشهادة الثالثة وأعتقد أن معنى القول البليغ صار واضحاً لديكم من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال كلماتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان حينما سأل أن نخع إمامنا الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا حتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن القول البليغي كما بينته لكم إنه طلب قولا كاملا أنا أسألكم أنتم هل ذكر الشهادتين من دون الشهادة الثالثة وفي مقام زيارتهم صلوات الله عليهم وبحسب المضمون الذي تحدثت عنه عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة هل يكون هذا قولا كاملا ماذا تقولون أنتم إمامنا الصادق والرواية في هذا المصدر في الاحتجاج الرواية التي نقلها لنا القاسم ابن معاوية رواية مفصلة لا مجال لقراءتها والتي في آخرها إمامنا الصادق يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين حتى إذا أردنا أن نحمل قول الإمام على الاستحباب وعلى الندب وهو ليس كذلك لأن الإمام استعمل صيغة الفعل المضارع المصحوب بلام الأمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول فعل مضارع معلام الأمر فليقول علي أمير المؤمنين حتى إذا أردنا أن نحمل كلام الإمام الصادق هنا على الاستحباب والندب سيكون ضروريا في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة فإن ذكر الشهادتين لوحدهما من دون ذكر الشهادة الثالثة سيكون قولا ناقصا حتى بلحاظ أننا نحمل كلام الإمام الصادق على الاستحباب لأن السائل سأل الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا كي يقوله عند زيارتهم صلوات الله عليهم فحينما جاء متن الزيارة بهذه البلاغة وهذا العمق فلابد أن تكون المقدمة مناسبة لتلك البلاغة ولذلك العمق فلابد أن يكون القول قولا كاملا وبغض النظر عن كل ذلك ماذا يقول القرآن القرآن في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ماذا يقول اليوم أكملت لكم دينكم ونحن نعرف هذا نعرف أن الإكمال بولاية علي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة نعرف أن المضمون هذا بخصوص بيعة الغدير في أجوائنا الثقافية الشيعية فلست بحاجة إلى أن أثبت أن الآية بهذا الخصوص أو بهذا الشأن هذا واضح لدينا جميعا في أجوائنا الثقافية الشيعية اليوم أكملت لكم دينكم لا يمكن أن يكون القول الذي يرسم الدين كاملا من دون أن يكون كاملا في مضمونه وفي ألفاظه القرآن صريح اليوم أكملت لكم دينكم السائل يسأل الإمام الهادي قولا بليغا كاملا كي يزور به محمدا وآل محمد القول البليغ الكامل كيف نتصوره من دون ذكر الشهادة الثالثة إلى جنب الشهادة الأولى وثانية هل تستطيعون أن تتصور قولا بليغا كاملا يأتي بهذه الهيئة مثل مثل ما قلت لكم إما أن الشهادة الثالثة قد ذكرت وحذفها أبناء الحرام من مراجع وعلماء الشيعة وإما أن النص هذا قد وضعه بعض أبناء الحرام من مراجع وعلماء الشيعة جعله مقدمة لهذه الزيارة الكلام ليس منطقيا لماذا بغض النظر عن كل التفاصيل التي ذكرتها في معنى القول البليغ والقول الكامل بغض النظر عن كل هذا السائل سأل الإمامة قولا بليغا كاملا القول البليغ الكامل خصوصا إذا كان يمثل فكرة يمثل عقيدة يمثل مضمونا مهمة وكانت له مقدمة يشترط يشترط في تلك المقدمة أن تكون مجتملة على ما يسمى في البلاغة والأدب العربي ببراعة الاستهلال البراعة تعني الإبداع والاستهلال يعني الافتتاح ولذا يقال لبكاء الطفل ولصراخه حينما يخرج من بطن أمه عند ولادته يقال لهذا البكاء ولهذا الصراخ استهلال الطفل فيسأل عن الطفل هل استهل فذلك دليل على سلامته ودليل على حياته ودليل على صحته وعافيته حينما يخرج باكيا صارخا من بطن أمه الاستهلال الافتتاح مثلما يقال عن سورة الفاتحة من أنها أفضل مثال في البلاغة على براعة الاستهلال لأن سورة الفاتحة على صغرها تشتمل على أهم الخطوط التي تحدث القرآن عنها من أوله إلى آخره فأفضل مثال في البلاغة على براعة الاستهلال سورة الفاتحة وهكذا حينما يؤلف مؤلف كتابا ويكون ذلك المؤلف بليغا فإنه سيكتب لكتابه مقدمة تكون صورة من صور براعة الاستهلال فإنه سيلخص الكتاب بجمل قصيرة في مقدمة الكتاب أئمتنا هم سادة البلاغة وسادة البيان فحينما يأتي إمامنا الهادي ويضع مقدمة لهذه الزيارة لا بد أن تكون المقدمة مجتملة على براعة الاستهلال يعني أن المقدمة تشتمل على الخطوط الإجمالية لمضمون الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل في مضمونها وبشكل صريح على ما هو أوسع من الشهادة الثالثة تعالوا كي نقرأ ماذا جاء في أزيارة الجامعة الكبيرة بعد صيغ السلام على محمد وآل محمد ماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما جاء في الشهادة الأولى ثم ماذا نقول وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى إلى آخر ما جاء في الشهادة الثانية ثم تأتي الشهادة الثالثة وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون إلى آخر ما جاء في الشهادة الثالثة الشهادة الثالثة هنا صارت أوسع فهل يعقل أن الشهادة الثالثة التي هي لأمير المؤمنين وهي أضيق من الشهادة الواسعة في مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة تكون محذوفة فأي براعة للاستهلال هذا هذا الذي ينشئ الزيارة وينشئ المقدمة لها لا يعرف شيئا من فنون البلاغة إنها علائم الثولان الثولان من أبناء الحرام من مراجع وعلماء الشيعة الذين زوروا أنا أتحدث عن أبناء الحرام الذين حرفوا وزوروا دين محمد وآل محمد وأبناء الحرام ليس بالضرورة أن يكونوا من أبناء الزنا وإنما ينشؤون من الطعام الحرام إنهم أبناء المراجع أنفسهم الذين يأكلون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان يسرقونها بطون مراجع النجف ملأ بالحرام بطون أولادهم ونسائهم ملأ بالحرام أولادهم سيكونون أولاد حرام هذا شيء طبيعي ليس بالضرورة أن ابن الحرام يأتي من الزنا ابن الحرام يأتي من المال الحرام ويكون ألعن من ابن الزنا إذا كان المال مسروقا باسم صاحب الزمان إذا كان المال يسرق باسم الدين المتولد من هذا المال الحرام سيكون ألعن من ابن الزنا فهذا شرك شيطان شركه الشيطان إذا كان من هذا الطريق يكون ألعن من ابن الزنا لأن الحرام سيحول فيما بينه وبين الوفاء ببيعة الغدير بينما ابن الزنا يمكن أن يكون وفيا ببيعة الغدير مثل ما هم يقولون فإن ابن الزنا يستعمل إذا سار في طريق الهدى فهو مهتدي وإذا سار في طريق الضلال فهو ضال بينما الذي تكون جسمه من المال الحرام المال الحرام يحول فيما بينه وبين الوصول إلى ولاية إمام زمانه ولو وصل فإن إيمانه سيكون إيمانا مستودعا لا يكون إيمانا ثابتا سيزول عنه في مرحلة من المراحل ربما عند الموت ربما قبل الموت ربما بعد الموت على أي حال هذا موضوع متشعب فإذا كان السائل يريد قولا بليغا ببلاغة العرب بعيدا عن بلاغة العقيدة والدين بعيدا عن المضامين التي حدثتكم عنها قبل قليل عن معنى البليغ ومعنى الكامل استنادا إلى الآيات والنصوص المعصومية إنما هي بلاغة الأدب بلاغة الكلام بلاغة العرب فلابد أن تكون المقدمة مجتملة على براعة الاستهلال فأين هي براعة الاستهلال إذا حذفت الشهادة الثالثة بينما الزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل على الشهادة الثالثة بصورة أوسع فهناك الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الشهادة الأولى وهناك الشهادة الثانية وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى إلى آخر الشهادة الثانية وتأتي بعد الشهادتين الشهادة الثالثة الواسعة المتسعة وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون إلى سائري التعابير الأخرى بحيث أنها جاءت بصيغة من جهة ألفاظها أوسع وأكبر من الشهادتين معا أقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة بأنفسكم الشهادة الثالثة جاءت بصيغة هي أوسع وأكبر من الشهادتين المتقدمتين لماذا؟ إنه منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالشهادة الثالثة هي الأوسع وهي الأعظم فما بلغت رسالته ماذا في رسالته الشهادة الأولى والثانية مع تفاصيلهما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته القضية واضحة الشهادة الثالثة هي الشهادة الأعظم وهي الشهادة الأكبر ومن هنا جاءت مذكورة بهذا التفصيل سأقرأ عليكم صيغة الشهادة الأولى التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة وأقرأ أيضا صيغة الشهادة الثانية وأقرأ أيضا صيغة الشهادة الثالثة وقارنه الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم انتهت الشهادة الأولى الشهادة الثانية وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون انتهت الشهادة الثانية الشهادة الثالثة وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واشتباكم بقدرته وأعزكم بهدى وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه عصمكم الله من الزلال وآمنكم من الفتان وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الريتس وطهركم تطهيرا هذه الشهادة الثالثة المتسعة وعليها يبدأ التفريع فعظمتم جلاله إلى هنا تنتهي الشهادة الثالثة وطهركم تطهيرا لأن ما بعدها يأتي متفرعا عنها فليس بجزء من أصل الشهادة لاحظتم كم أن الشهادة الثالثة كم أنها طويلة ومفصلة ومتسعة لأنها أصل الأصول فكيف لا يأتي هذا المضمون في مقدمة الزيارة إما أن تكون المقدمة قد حرفت كانت تشتمل على الشهادة الثالثة وإما أن المقدمة أساسا وضعها من وضعها مثلما أخذ يهدي عباس القموي بهذا الكلام من أن التكبيرات ذكرات لدفع الغلوب وهو أيضا حرف النص هو قال من أنه نقل النص من الفقيه والعيون وقد قرأت عليكم النص في الفقيه والعيون كان خليا من ذكر الشهادتين بألفاظهما ألفاظ الشهادتين أضافهما إلى النص المحدث القموي ما هم يعبثون كما يريدون ويلعبون بالنصوص براحتهم هذا هو وقع علماء الشيعة إذن أين بلاغة الإمام الهادي حينما تكون مقدمة الزيارة خلية من براعة الاستهلال والسائل قد سأل أن يعلمه قولا بليغا كاملا لا بد أن تكون المقدمة إذا كانت صادرة عن إمامنا الهادي أن تكون مجتملة على براعة الاستهلال أن الخطوط العامة على الأقل تكون موجودة في مقدمة الزيارة فعلى الأقل أن تكون الشهادة العلوية الثالثة التي تشير إلى الشهادة الثالثة المتسعة المفصلة في داخل نص الزيارة الجامعة الكبيرة أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما قال قلت وما يعني بالتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبداً حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله أما الإشكال الثاني من أننا إذا ما وصلنا في قولنا ونحن نقرأ الزيارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين مثل ما هو في المفاتيح وهو يخالف النص الموجودة في الفقيه والعيون ولكن المضمون واحد وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فعوضوا إلى جدكم قل وإلى أخيك بعث الروح الأمين أصلا هذه العبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين تنتقص من رسول الله قد تقولون كيف بالقياس إلى العبارة التي قبلها هذا تحريف من مراجع وعلماء الشيعة الزيارة مخرومة هنا عودوا إليها بأنفسكم هكذا نقرأ في الزيارة وعندكم وعندكم عند محمد وآل محمد جميعا وإذا كان الخطاب لأحد الأئمة أو لبعضهم مثلا تريد أن تزور الإمام الهادي والإمام العسكري وصاحب الزمان فقط تريد أن تزورهم بهذه الزيارة وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وعندكم ما نزلت به رسله ما نزلت به رسله على جميع الأنبياء سابقا وعلى رسول الله أيضا ما نزلت به الملائكة طرا وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته حينما نأتي ونقول وَإِلَا جَدِّكُمْ بُعِثَ الْرَوْرَوْوْا أَمِينَ سَيَكُونُ هذا الكلام دققوا النظر في العبائر هذا الذي وضع العبارة بالضبط كحال عباس القمي حينما فسر أن التكبيرات لدفع الغلو أراد أن يدفع شبهة من أن الوحي ينزل على محمد وأهل محمد وكأن هذا بشيء عظيم خوفا مما يقوله النواصب مشكلتنا هذه نحرف ديننا نحرف الزيارات نحرف القرآن نعبث بكل شيء لأجل إرضاء النواصب من طيح الله أحذكم يا مراجع الشيعة وطيح الله أحذكم يا حوزة النجف حايرين بهالنواصب شلون ترضونهم لأجل إرضاء النواصب فحتى لا يقولوا من أنه وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته إذن أين رسول الله أين الواحي أنطيع الله أحذكم فجاءوا بهذه العبارة التي تنتقص من رسول الله وإلى جدكم بعث الروح الأمين المضامين المضامين التي في العبائر السابقة هي أوسع من المضمون في هذه العبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالم هذه العبارة تكون في مضمونها أوسع من وإلى جدكم بعث الروح الأمين العبائر التي قبلها والتي بعدها أوسع من هذه العبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين هذه العبارة تنتقص من رسول الله تجعل شأنه دون شأنهم لاحظوا كيف يعبث الشيطان بهم اقرأوا الزيارة من دون هذه العبارة ستجدون الكلام منتظما سأقرأ عليكم وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم الصيغة واضحة والبلاغة صريحة إذا أدخلنا وإلى جدكم بعث الروح الأمين سيحدث خلل من أننا نصف النبي بوصف هو دونهم دون مقامهم مع أن العبائر تتحدث عن محمد وآل محمد جميعا وذل كل شيء لكم الكلام عن محمد وآل محمد جميعا وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته هذا الخطاب موجه لمحمد وآل محمد جميعا القرآن حين تحدث عن نفسه فماذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم جمعهم معا جمع محمدا مع آل محمد ما هو هذا منطق القرآن لكننا ماذا نصنح لمنطق الثولان هذا هو منطق الثولان ثم أي كلام من هذا إذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين فقل كذا وزهراء لم تذكر ماذا تقرؤون في مقدمة الزيارة ماذا تقرؤون السلام عليكم يا أهل بيت النبوة من هم أهل بيت النبوة أنا لا أسأل عالم لغته ولا أسأل خبير بلاغته ولا أسأل مفسرة إنني سأذهب إلى الله بشكل مباشر ماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف الذي حدثتنا به الزهراء فقال الأمين جبرائيل أقرأ عليكم من حديث الكساء الملحق طباعة بمفاتيح الجنى فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هذا شرح من الله لمقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها هي في البداية هم فاطمة وأبوها أبوها انتما إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فحينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي قول بليغ كامل حينما لا ندخل فاطمة هذا يعني أن الله حينما يتكلم فكلامه ليس بليغا كاملا ماذا تقولون أيها الديخيون النوابخ ماذا تقولون منطيع الله عظكم هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في أول عبارة من عبائر السلام فيها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة من هم؟ يا الله من هم؟ من هم؟ يا الله من هم؟ أهل بيت النبوة فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فاطمة موجودة في الزيارة من أول كلمتين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فاطمة وأبوها هذا شرع من الله ماذا تقولون أنتم يا أيها الأغبياء؟ أما هذه الكلمات فقد وضعها المحرفون في هذه الزيارة هذه الزيارة تتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقولون في صياغ السلام وأنتم هكذا تسلمون على الذين تزورونهم السلام على محال لمعرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظتي سر الله وحملتي كتاب الله وأوصياء نبي الله فاطمة فاطمة لم تكن وصية فاطمة إمام فاطمة القيمة على الدين هي قيمة على الدين أيام أبيها ومن هنا فهي أم أبيها وهي قيمة على الدين في زمان كل الأئمة صلوات الله صلوات الله عليها وعليهم هي القيمة على الدين ولكن حينما نقول وذرية رسول الله فهل علي من ذرية رسول الله الزيارة الزيارة هذه نسجت بنفس لحن آية التطهير إذا قلتم هنا من أن هذا الكلام جاء من الإمام الهادي فإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين فقل كذا وكذا هذا الكلام يتناقض مع العبائر المذكورة في مقاطع السلام عليهم وذرية رسول الله فهل علي من ذرية رسول الله العنوان الأول لذرية رسول الله فاطمة هذه الزيارة يا أيها الأغبياء يا أيها الأغبياء نسجت بلحن آية التطهير آية التطهير كيف جاءت آية التطهير في سورة الأحزاب إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خطاب من أوله إلى آخره مذكر مع أن سيدة الآية فاطمة هذا هذا الخطاب لمن هل هو لعلي وفاطمة والحسن والحسين أم هو لولد فاطمة من المجتبى إلى القائم مع فاطمة مع علي هل أن رسول الله داخل في الآية أو لا قطعا رسول الله هو سيد الآية هذا العنوان هذا العنوان أهل البيت له صور أهل أهل البيت يعني محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء هم أهل البيت محمد سيدهم وحينما نقول أهل بيت رسول الله فهم علي وفاطمة والحسن والحسين هذه منزلة من منازل هذا العنوان ومنزلة أخرى تستمر إلى القائم وهناك منزلة لأهل البيت أيضا لهذا العنوان تدخل فيه زينب الكبرى ويدخل فيه علي الأكبر ويدخل فيه أبو الفضل العباس ويدخل فيه ويدخل فيه أهل البيت عنوان له صور له دلالات ومن هنا فإن الإمامة لها سلاسل الأئمة الاثنى عشر سلسلة من السلاسل صارت تأكيد عليها لارتباط السلسلة بالحكومة والسياسة السلسلة الأم الأئمة الأربعة عشر فاطمة الإمام الثالث من أئمة الأئمة وأهل البيت عنوان له منازل له مراتب في أول الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هذا العنوان شامل لمن فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بنوها هذا العنوان له دلالات في حديث الكساء يعني حسنا وحسينا وفي تجل أخر تضاف زينب وفي التجل الأعظم فإن أبناءها من المشتبى إلى القائم هذه الحقائق لا بد أن تدرك وهذا هو لحن قولهم وهذه هي معارض كلامهم حينما نقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في تجل محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين ما هذه الآية نزلت في أجواء حديث الكساء هكذا نقرأ في حديث الكساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن اجتمعوا تحت الكساء الصديقة الكبرى تقول فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي إلى آخر ما قاله رسول الله نزل جبرايل بالآية فقال لأبي هكذا تقول فاطمة فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم أوحى إليهم جميعا وهذا هو المنطق الذي في الزيارة الجامعة الكبيرة وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته قلت لكم هذه الزيارة نسجت بلحن آية التطهير هذه الزيارة تفسير في وجه من الوجوه لآية التطهير في وجه من الوجوه هذه الزيارة الجامعة الكبيرة تفسير في وجه في وجه في وجه من الوجوه التي لا تعد ولا تحصى في آية التطهير فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء الصديقة الكبرى تقول فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء هؤلاء السفلة من أبناء الحرام من مراجعي وعلماء الشيعة الذين دمروا ديننا كيف نخاطبهم كيف نتحدث عنهم وماذا نقول لهم حينما نقرأ الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في تجل محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين في تجل هم مع الأئمة من ولد الحسين إلى القائم في تجل يضاف إليهم في مقام من المقامات زينب الكبرى علي الأكبر قمر الهاشميين و هذه التجليات تجليات تظهر في آيات الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم وفي زياراتهم أيضا ماذا نقرأ على سبيل المثال نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وقلبي لكم مسلم سادتي وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم ماذا نقرأ في زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وافدا إلى محمد وآل محمد فأنت وجههم أنا أخاطبك أنت وإنني حين أخاطبك لا أخاطبك أنت أخاطبهم هم عبرك يا قمر جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين ألا تلاحظون أن المضمون يتجلى بشكل واضح واضح يتجلى بشكل واضح من الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو القول البليغ الكامل قارنوا بين هذا الفهم وبين هراء المحدث عباس القموي يتحدث عن أن التكبيرات إنما جاءت لدفع حالة الغلوب وقارنوا بين هذا العمر وبين هذا الهراء الذي جاء في مقدمة الزيارة من حذف الشهادة الثالثة أو من هذا الكلام الذي جاء في وسط الزيارة وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين لدفع شبهة تخطر في أذهان هؤلاء السفلة من مراجع وعلماء الشيعة لألا يقول أن واصب من أننا نقول من أن الوحي ينزل عليه الوحي ينزل عليه ألا لعنة على دينكم وعقيدتكم الوحي ينزل عليه الروايات والآيات تقول بذلك النص الأصيل هو هذا وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين تأطأ كل شريف لشرفكم هذا هو المنطق الواضح والصريح والبين نذهب إلى فاصل عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج ثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحد في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأهدى بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباكة صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر وَلَمَّا تَكْثُرِ الْقَتْلَى بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْكُوفُ المضامين التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة تأخذ بحسبها من حيث دلالة كل لفظ لكن الحقيقة الجامعة في الزيارة من أولها إلى آخرها تنطبق عليهم جميعا فحينما نقرأ هنا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها كما قال الله سبحانه وتعالى لجبرئيل في حديث الكساء الشريف ولكن حين نقرأ هذا التعبير وذرية رسول الله إنها فاطمة وأولادها وأبناؤها من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم ذرية رسول الله وحينما وحينما نقرأ هذا التعبير وأوصياء نبي الله إنهم الأئمة الاثنى عشر هؤلاء هم أوصياء رسول الله فلا فلا رسول داخل هنا ولا فاطمة بداخلة هنا ولكن حينما نقول السلام على أئمة الهدى السلام على أئمة الهدى إنهم محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم بالضبط مثلما نقرأ آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهل الملاحظ أهل بيت النبي فإن محمدا ليس داخلا هنا أم أن الملاحظ أهل البيت العنوان المقدس فإن محمدا هو سيده هل الملاحظ نزول الآية في أجواء حديث الكساء اليماني فإن الأئمة من ولد الحسين ليس داخلين هنا حينما نلاحظ عنوان أهل البيت بمعنى العترة فإن الأئمة من ولد الحسين داخلون في الآية هكذا قلت لكم فإن الزيارة الجامعة الكبيرة نسجت بلحن آية التطهير هذا هو القول البليغ الكامل هكذا تفهم النصوص وهذا هو لحن قولهم ومعارض كلامهم مثل ما قال لنا رسول الله في بيعة الغدير وبايعنا على ذلك هذا علي يفهمكم بعدي هذا علي يفهمكم بعدي قواعد التفهيم نأخذها من علي من علي ومن علي فقط وفقط وفقط نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل ما تبقى من حديث بخصوص زيارتنا الجامعة الكبيرة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر